أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلى جهة جهينة للقتال فلما قابلوا القوم بدأ تستعر الحرب بين الطرفين فكان واحد منهم من المقاتلين من المشركين كلما قصد مسلما رصده يعني حط عينه على واحد من المسلمين ورصدوا بباشرة يقتله بمجرد أن يقصده وبدأ يستعر فيه المسلمين في الحرب فانتبه إليه واحد من الصحابة فهذا الصحابة أيضا عنده مسحة ذكاء فانتبه إلى أن هذا عنده تأكيدات وعنده مقاصد معينة فاتجه إليه فلما لاحظه في لحظة غفلة اتجه إليه ليقتله هذا اللي قاعد يتعبنه كلما رصد واحد خلاص تفكر فيه وحط التركيز عليه فقتل المسلمين واحد وراء الآخر فواحد من المسلمين من الكبار الشجعان انتبه إليه فقصده في لحظة غفلة فلما أراد أن ينزل السيف عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ورحمة رسول الله في اللحظة الحاسمة والسيف نازل خلاص فهذا الصحابة قال لا يعني الحرب شغالة والآن قاعد تقتل المسلمين وقاعد تقصدهم واحد وراء الآخر لن أسمح لك فأخذ السيف وأنزله عليه فوصل الخبر إلى من؟ وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن هذا الرجل قال كذا وكذا شيء جديد علينا لسا ما شفناه فقال له عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ يعني أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ورحمة رسول الله قال يا رسول الله ما قالها إلا تقية وقد قتل كذا وكذا قاعد يعدد من أسماء هذا قاعد يقصد الصحابة في المعركة واحد وراء الآخر قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان قاعد يعدد أسماءهم فلما جاء السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله زي يقول إيش؟ أنا يا رسول الله كنت ذكي وكنت مستوعب للموقف وشفته قديش قاعد يسوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ خلص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا نحمد رسول الله لا تقول لي تاريخه الأسود لا تقول لي قاعد يقاتل وقاعد يصنع وقاعد يفعل تعالى